جولة من المفاوضات بين السودان وإثيوبيا حول ترسيم الحدود اختتمت في الخرطوم استناداً لمبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك والاتفاقات السابقة جرت المباحثة الأخيرة بين الوفدين وعليه اتفق الطرفان على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يُعقد اجتماع آخر في موعد لاحق في أديس أبابة هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات حول ترسيم الحدود تأتي بعد عملية شنها الجيش السوداني في المناطق الحدودية لأول مرة منذ 26 عاماً تمكن الجيش السوداني من استعادة مناطق كانت تخضع لسيطرة ميليشيات إثيوبيا إذ تجددت الخلافات الحدودية بين السودان وإثيوبيا بعد كمين نصبته ميليشيات إثيوبية على الشريط الحدودي استهدفت عناصر من الجيش وأدت إلى مقتل عدد منهم مما استدعى رداً سودانياً سريعاً تطورات ميدانية دفعت الطرفين إلى الحديث عن التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار حول القضايا الحدودية العالقة بينهما استناداً لاتفاقية الحدود بين إثيوبيا وبريطانيا الموقعة أوائل القرن الماضي وهو اتفاق تشبه بعض الثغرات التي تسببت في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين ممن يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده